عقود عدة وسائل البصرة يستقبل آلاف الأطنان من القمح المستورد واليوم هو معطل خارج عن الخدمة رغم إنفاق مبالغ طائل لترميمه قبل فترة وجيزة الحكومة تدعي أن العراق اكتفى ذاتيا من القمح ولم يعد بحاجة إلى استيراده وبالتالي تنتفي الحاجة لعمل هذه المخازن مصادر وخبراء ينفون ادعاءة الحكومة ويؤكدون أنها تستورد أنواع رديئة من القمح الإيراني بأسعار زهيدة عن طريق تجار محليين ومن ثم تبيعها في السوق بأسعار مرتفعة على أنها قمح عراقي الاكتفاء الذاتي الذي تدعيه الحكومة يفنده أيضا الواقع الزراعي المتردي في ظل الإهمال وغياب الخطط الزراعية الحديثة وترك الفلاحين بلا دعم ولا قروض كافية في ظل ارتفاع تكاليف الزراع التي أثقلت كاهل الفلاح ودفعته إلى ترك أرضه بورا ويؤكد مختصون أن العراق بحاجة إلى خمسة ملايين طن من القمح سنويا حتى تسد حاجاته ورغم المطالب المتكررة بإعادة تأهيل السايلو مجددا إلا أن الحكومة رفضت تلك المطالب متذرعة بعدم وجود ميزانية كافية لإعادة التأهيل علما أن الكلفة اللازمة للتأهيل تعتبر مبالغ زهيدة مقارنة بنفقات وزارة التجارة على أشياء ليست ذات أهمية ولا تصب في صالح المواطن السبب الحقيقي وراء إيقاف سائل البصر عن العمل هو عرضه للاستثمار فما إن أعلن عن خروجه عن الخدمة حتى انهالت عليه العروض الاستثمارية وهو ما يفسر ما ذهبت إليه المصادر بوجود جهات متنفذة فاسدة تريد استثمار السايلو عبر صفقة بينها وبين الحكومة